خدت بالك الايه بقى قال المهم ان احنا ما ناخدش الحاجة copy paste لازم تبقى انت بتعملها مصر يعني مفيش مشكلة انك انت تتعبر بالموسيقى عن اللي انت عايزه بس ازاي تقدر تحولها لثقافتك هضرب لك انا مثل انا خدت بالي منه من فترة كده يعني اسبوع ولا حاجة سمعت اغنية انا مش عارف الحقيقة هي بتاعت مين بالمناسبة ما عنديش مشكلة مع البيت بتاع الموسيقى اسمها مفيش زي في بلدك مش عارف ايه كده بيت لطيف وزريف ويشدك ويخليك تسمعه كلام زريف بس خد بالك من نقطة بقى مفيش زي في بلدك هنا فيه اتيتيود يعني فيه الشخص اللي بيتكلم واخد موقف من المجتمع ومن اللي حواليه بشكل عام انا مش عارف اسمه ايه عشان مفتيش يعني هو اكيد حد من النجوم بتوع الشبان اليومين دول المقصرين الدنيا وانا عارف ان اليوم جمهرية جارفة لكن هنا خد بالك مفيش زي في بلدك ليه يعني ليه حاسس ان انت مجبتكش ولادة او ان انت جاي بتديب من ديله ليه المنطلق ده في طريقة التفكير وفي الكلام هي منطلقات جاية من راب الوست كوست او السحل الغربي للولايات المتحدة الامريكية اللي مدرسة الراب فيه اصلا هي مدرسة ايمة على راب عصابات الشوارع اصلا ده الاصل فيه كويس دي مدرسة في الراب مختلفة عن مدرسة السحل الشرقي او الاست كوست او الاولد سكول السؤال بقى هو احنا الرابرز عندنا جانجسترز يعني هما رجال عصابات لا احنا اغلب الرابرز بتوعنا شبان زي الفل جايين من الطبقة المتوسطة العليا اللي لم يكن اعلى بتعلمين في اغلى وادخن مدرسة في مصر دخلوا ادخن جامعات موجودة في مصر او برا ايه علاقتهم بثقافة عصابات الشوارع بتاعة السحل الغربي في امريكا لا علاقة على الاطلاق افتعال وبالتاني هي مستقافتك طيب انا عايزك وانت بتغني وانت بتكتب بصرف النظر على انك انت ممكن يبقى البيتس بتاعتك تبقى قريبة او الاقاعات بتاعتك تبقى قريبة من ثقافتك المصرية جدا وهتبقى هي دي الشطارة هي دي هتبقى الشطارة بجد يعني وانك تغير يعني ما تعملش موسيقى تكت تكون نسخة تبقى الاصل من اللي جاي من السحل الغربي في امريكا كويس وخلي ثقافة الكلام ليها علاقة بالمصريين اصلا وثقافتك انت يعني هو الربح بقى عن ايه عن معاناة الناس دول طب تتكلم عن معاناتك وافكارك وحاجات زي كده انت ابدا لم تكن مضطهد يعني عزيزي نطرب مش بس الاغنية دي كل الجيل اللي طالع بتاع الرب انت ولا حد اضطهدكو على الاطلاق ده انتو يعني عيال كريمة الكريمة وعيال هنا مش بمنطق التسفية الشبان زي انا عجزت اصلي يعني فشبان زي الورد بس انتو اصلا جايين من كريمة المجتمع ايه نوع للضطهد والمعاناة عشان مفيش زي في بلدك وانا هعمل وانت بش عاب بلدك ايه ايه كلام نزعلش ايه كلام خليك جوة الثقافة بتاعتك انت غني انت غني ثقافتك شرعك حيك مجتمعك طبقتك عاوز تتكلم عن طبقات تانية حقك جدا وانا شجعك على كده طبقات اكثر معاناة دوس افرم ما عنديش ازمة برضو هبقى مبسوط بس لما تطلعلي منتج مصري دي حاجة الحاجة التانية بلاش المنتج العدائي يعني اللي هو طول الوقت انت عاوز تثبت ان انت الوقت اللي بتتل فتتل حت النت اللي جايب من الاخر اللي مكسر الدنيا اللي حطت عليك كل عشان انت مش حطت علي اي حد انت بتحط على الناس في كلمتين كاتبهم على ورقة بس انت مش حطت علي حد تاني عشان انت منتاش رجل عصابات ولا جانجستر ولا انا عايزك تبقى رجل عصابات ولا جانجستر ولا بتاعك خالص يعني بلاش الاداء بتاع انا حاطت على الناس وهحط عليه لانه في النهاية خالص هو اداء عنيف وافكار عنيفة ما هياش موجودة عندك ولا هي ثقافتك ولا هي تجربتك ولا هي معاناتك اتكلم على ثقافتك وتجربتك ومعاناتك او على معانات الاخرين لو كنت تعرف لو كنت تعرف بس كده أستغفر الله لي ولكم